حوادث المرور حدث ولا حرج بحيث صارت وسيلة النقل ملت النقل من مكان إلى آخر صارت السيارة وسيلة نقل من الدنيا للآخرة كل أسبابه هواية بحيث المواطن من يروح لمكان معين وخاص طرق الموت لازم يتمنى آخر أمني بعمره أعداد الحوادث المرورية في تزايد مستمر وكأننا في حالة حرب مع الشارع وأسباب معظم هذه الحوادث هي عدم الالتزام بالسرعة وعدم الالتزام بالقوانين لكن المشكلة الأكبر أن القانون لا يطبق على الجميع حسب رأي المواطن البسيط والمشكلة أحياناً الأقوى هو الغالب بعث الذي يخالف هو الذي يفلت من عقاب القانون لأن القانون يأخذ مجرى والعشائر تأخذ مجرى آخر وتعجيب اللي يفضها المشكلة حتى صار المواطن إذا أراد يتندر على سائق معين يقول أخذ سيارتها وإطلع للجابها يقصد الطريق السريع وهذه الحرب ما بيها هدنة لكن السؤال الأهم هل يتحمل المواطن مسؤولية كل الحوادث المرورية هل يتحمل المواطن عدم تطبيق القوانين على الجميع لش البعض ممن نراهم في الشارع هم فوق القانون طيب ماذا عن طسات الشوارع أو المطبات العشوائية اللي بكيها في المواطن أقصد بيها اللي يخليها بكيها فويبنيها وماذا عن قلة وغياب علامات المرور التحذيرية اللي ما ينسب إلها لأمانة بغداد ماذا عن عدم فحص وتنظيم سير الستوتات والتوكتوك والماطورات هذا إذا استثنينا فوضى الوقوف على جانبي الطريق في غالبية الشوارع هل تتعامل القوانين بحزم مع ظاهرة الرونغ سايد للسيارات الرسمية أكرر السيارات الرسمية أو غير الرسمية ليش المواطن يتحمل القوانين وأخطاء تطبيقاتها أسألة هواية وكثيرة اليوم راح ناقشها في حديثي حديث بغداد لهذه الليلة لكن شوف تقرير وأرجع لكم